عقد السفير المصري لدى ألمانيا خالق جلال اجتماعا مع سفير جون تارزوتر مفوض للحكومة الألمانية لنرز السلاح وقدم السفير المصري الشكر للحكومة الألمانية الجديدة على إهداء 400 ألف جرعة من لقاح أسترزينكا إلى مصر وستتسلمه وزارة الصحة يوم الجمعة القادمة هذا وقد أوضح السفير المصري خالق جلال أن مصر حصلت على ما يقرب من 4 مليون جرعة من اللقاحات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا من ألمانيا سواء من خلال الإطار الثنائي أو من خلال مرفق كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية من جهة أخرى أكد المسؤول الألماني الأهمية الاستراتيجية لمصر بالنسبة لألمانيا كشريك اقتصادي وسياسي هام مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين